السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعة 22 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الحوت ورح ينتقل الساعة 5.19 دقيقة من بعد عصر اليوم بدو ينتقل عنا للحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 28.28 دقيقة من مساء يوم الجمعة لينتقل القمر بعدها لبرج الثور يعني عنا اليوم في خلو مصار وعنا انتقال القمر الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلام والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل إلى غاية الساعة 5.19 دقيقة من بعد عصر اليوم هذا اليوم الأربعة لينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر أيضا بما أن القمر موجود في برج الحوت من الآن ولغاية ساعة العصر معناته بتلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة أو الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين واللي بعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع والبعض برضو يعني بيتغيبوا عن عملهم أو بيقصروا بأعمالهم بسبب المرض أو التهرب أو بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت يمكن للبعض أنهم يبدأوا بعلاقية غرامية جديدة ويمكن التأمل والصلاة والمشاركة بالأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وأيضا زيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا اليوم في عنا مجموعة كبيرة من الزوايا الفلكية فأول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين بلوتو هاي زاوية بدأت تأثيراتها من يوم 15-11 ومستمرة التأثيرات ليوم 29-11 ذروتها يوم 22-11 اللي هو اليوم طبعا رح تكون ذروتها ساعة وحدة و17 دقيقة فجرا تجعلنا نبدو أحيانا خجلين ولكن ممكن نرد على أي شخص بثيرنا بعنف شديد بالدل على تحولات وتغييرات إيجابية وخصوصا في القطاع العسكري أو الأمن الوطني وبيتم التركيز على تطوير البنية التحتية لقطاع عي صناعة وصحة ولمحاولة تطهير ما في الدولة ما أما بالنسبة للزوايا الفلكية الأخرى البطيئة مع القمر فأول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة و35 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا أو ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة 8 و44 دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وبرضو هذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي بتتعلق بالمسرح أو الروحانيات بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال الشمس اللي رح تنتقل من برج العقرب لبرج القوس في تمام الساعة 2 ودقيقتين من عصر اليوم الأربعة ورح يضل القمر لأضاء الشمس رح يضل موجودة في برج القوس لغاية الساعة 23 دقيقة من صباح يوم الجمعة 22-12 طبعا هيك منه لما أريد برج القوس كل عام وأنتم بخير وطبعا الحلقة صارت موجودة على القناة يعني بنصح للجميع لأنها هي تعتبر توقعات شهر أو تعرف خلال الشهر هاد إيش التأثيرات اللي رح تسيطر عليك طبعا وجود الشمس في برج القوس يعني بعطي طاقة نفسية عالية جدا وحب للحياة الرغبة في السفر والرحلات والتنقلات والدراسة الجامعية أو التعمق ببعض المسائل أو التواصل مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون ساعة 22-28 دقيقة عصرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 3-9 دقائق عصرا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ من الساعة 3-9 دقائق عصر اليوم هذا الأربعاء بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 5-19 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش لينتقل القمر ويصير موجود عنا في برج الحمل يعني هاي الفترة لهما بين الساعة 3-9 دقائق و 5-19 دقيقة هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5-19 دقيقة بعد العصر خلاص القمر بنتقل وبيستقر عنا في برج الحمل عشان هيك من ساعات ما بعد العصر بيصير عنا طاقة كبيرة إلى العمل بنكون أكثر تصميماً أكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضاً في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقعنا في متاعب ومشادات غير مرؤوب فيها منفق الدبلوماسية نعم نكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضاً ممكن بإمكاننا تعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزاوية التي تلي الانتقال وهي أي أول زاوية بعد وصول القمر لبرج الحمل هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 35 دقيقة بعد العصر فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا من الآن ولغاية ساعات المغرب تقريباً أو من ساعات ما بعد العصر القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هدولة اللي بكونوا أكثر حساسية أما من ساعات ما بعد العصر ولغاية منتصف الليل بصير عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب والمرارة والشريين والدم هاي الأعضاء طبعاً هي الأكثر حساسية ما بننصح بإجراء عمليات كبرى لهاي الأعضاء ولكن مراجعات أو علاجات بسيطة أو أخذ علاج معين وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب ما فيه أي مشكلة باقي أعضاء الجسم طبعاً ما فيه أي مشكلة للعمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحمل معناة خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 45 دقيقة من بعد عصر يوم الجمعة 24-11 وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و28 دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 9 أيام في تمام الساعة 11 و35 دقيقة صباحاً بيصير 10 أيام نسبة الإضاءة بتصير 77% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب وبده تنتقل للقوس زي ما ذكرنا ورح يظل موجودة بالقوس لغاية يوم 22-12 منتحسة بنسبة 25% القمر في الحوت وبده ينتقل للحمل ورح يستقر في الحمل لغاية يوم 24-11 طبعاً منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 15% عطارد في القوس حتى يوم 1-12 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود عنا لحد الآن في بيت المتاعب لغاية ساعات ما بعد العصر فعشان هيك بظل التعب مسيطر عليكم زي ما حكينا أهمش أنه ما تتخدوش قرارات حاسمة ما تتسرعوا ما تعصبوا وحاولوا تضبطوا عصابكم وإعملوا بشكل روتيني أما من ساعات العصر وما بعد فهو أنا بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بتكونوا تحذروا لأن تقلب المزاج بظل مسيطر عليكم وفي نوع من أنواع العصبية فإحذر أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بظل النشاط اجتماعي لقاء الأصدقاء ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء ولكن ممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المعارف حاول إنك ما تعصب لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب في ساعات العصر القمر بوصل لبيت متاعبك فعشان هيك بتدخلوا في فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم عادروا من الدخول في أي مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن ولغاية ساعات العصر بإمكانكم تتعززوا العلاقة ما بينكم بين المسؤولين أو بعلاقاتكم الاجتماعية ولكن هاي الفترة لا تصلح للتهور أو المغامرات أو المجازفات أما من ساعات ما بعد العصر فهون القمر بنتقل لبيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فبتنشطوا اجتماعيا تلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أو أحد المعارف برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بظل في نشاط على مستوى الاتصالات والحوارات والسفريات والعلاقة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب ومرضع المستوى العاطف الأجواء الجيدة ولكن في ساعات العصر انتبهوا اللي عنده امتحان أو مقابلة أو سفريات بتكوا تتفقدوا كل شيء وما تعتمدوا على الحضوظ نهائيا أما من ساعات ما بعد العصر فهنا القمر بصير في البيت العاشر وهنا بتكوا تحافظوا على هدوءكم وما تحاولوا انكوا تكبروا المواضيع ويصير فيه نوع من أنواع المشاكل فترة مهمة بتمتحنك أهمش انك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا القمر المازال موجود في البيت الثامن لغاية ساعات العصر معناته بظل في نشاط على مستوى الأموال المشتركة ممكن تتفحصوا حساب مشترك ممكن بنك ضريبة تأمين فوتير ميراث مطالبة بحقوق تحصل على بعض المكاسب المالية لأجواء جيدة ولكن الجو ما بيسمح للمغامرات المالية أما من ساعات العصر فهنا بتنشطوا في مجال الاتصالات السفر لبعيد العلاقات مع الأجانب تنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة وبدكوا تتفقدوا كل الأوراق والأمتعة كما عليكم عدم التسرع أثناء القيادة أو التنقلات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا ينصب اهتمامكم من الآن ولغاية ساعات العصر حاول تعزيز شراكاتكم مصالحة تقارب ما بينك وبين شريك المال أو العاطفي أو ما بين الأزواج وبظل في مجال الحوار والنقاش ولكن بدون عصبي وحاول تبعد عن المشاكل قدر الإمكان وانتبه لتقلبات الوضع الصحي عندك أما من ساعات العصر وما بعد فهونا بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ممكن يكون في بعض المسائل المالية اللي بتتعلق في البيت أو العائلة أو مطالبات أو ترتيب فواتير دفعات أشياء من هذا القبيل بدك تركز بشكل جيد احذر من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا التركيز رح يضل على العمل على الصحة لغاية ساعات العصر فعشان هيك حاولوا أنكم تنجزوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ما تبادروا العمل الجديد خلوا علاقاتكم جيدة مع زملائكم في العمل ركز بعمالك عشان ما تكون ناقصة أو يكون فيها بعض الأخطاء وبرضو حاول أنك تنجز العمال الضروري والمهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر وأهم إشي صحتك أما من ساعات العصر وما بعد فهو أنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر رح يصير مقابلكم تماما فهو بتكون تنتبهوا بشكل كبير لطاقتكم ممكن تعزز شراكتك مع زوجتك مع شريكك بالعمل ولكن طاقة ضعيفة جدا وهذا الشيء ممكن يعرضك لبعض الجروح أو الالتهابات أو الأمور اللي بتكون عرضية ولكن حافظة على طاقتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل العاطفي قوي لديكم وبتميلوا للتقرب من أحبائكم للتجاوب معهم من الآن ولغاية ساعات العصر بهاي الساعات بتجمعكم بأحد الأبناء أو ترفيه ممارسة هواية تجميل لأجواء جيدة بتدعمك كثير من الحضود ولكن من ساعات العصر القمر ببلش يقترب لبيت العمل فأقول لبيت الصحة أيضا فبتكون تنتبهوا لصحتكم وتنتبهوا لأعمالكم بيغلب عليكم شوي العصبية أو العنف وخاصة مع الحبيب أو مع الأولاد فبدك تحاذر ودير بالك برضو من أي خلاف ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات العصر ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة أو ديكور أعطال مشتريات مسألة عائلية طارئة هيك بتحب أنك أنت تساعد فيها أو تحل المشكلة فيها ولكن بدون ما تعصب وبدون ما تفقد السيطرة على عصابك أما من ساعات ما بعد العصر الأجواء بتصير ممتازة جدا هنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ولكن حاول أنك ما تفتعل أي خلاف لا بالمنزل ولا مع أحد أفراد العائلة ولا حتى مع الحبيب لأنه مزاجك شوي بيكون في بعض الحدية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الأجواء جيدة من الآن ولغاية ساعات العصر في التنقلات والاتصالات الحوارات النقاشات وبظل في طاقة عالية جدا لا التواصل للمكاسب ما رح تهدأ رح يكون فيه نشاط عالي جدا ولكن حاول قدر الإمكان في ساعات ما بعد الظهر لغاية ساعات العصر تضبط عصابك بحواراتك لأنه موقع تفقد السيطرة على حالك أو تتكلم كلام ما يكون مفهوم فينفهم بشكل خطأ ويسبب لك بعض المشاكل أما من ساعات ما بعد العصر فهنا بتفضلوا الأجواء الأجواء البيتية والعائلية ولكن مزاجكم شوي عصبي بدكوا تنتبهوا من خلاف أو سوء تفاهم وكما أنه علقوا الحذر أثناء التنقلات بالسيارة ما بين المدن والكلام زي ما حكينا يكون مفهوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من نفقاتكم انتبهوا على مالكم صحيح بظل في فرص من الآن للعصر من مكاسب مالية من عمل إضافي مستردات هباد دعم ولكن المصاريف موجودة وبكثرة فضبط المصاريف مطلوب أما من ساعات ما بعد العصر هنا الأجواب بتصير رائعة جدا فبتكثر عندك الاتصالات والتنقلات من المحتمل أنه يعاني لبعض منكم بعض المشاكل النزاع ما رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لا أسباب بتعود للأمور المالية عليك تتجنب التبذير عندك قدرة على الإقناع واللي بيشتغلوا في مجال التجارة بيستفيدوا من ساعات ما بعد العصر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا أنتو النشاط عالي جدا عندكم برضو اليوم قدرة على الإقناع والحوار العاطفي عندكو جياشي جدا عندكو بعض الأعمال اللي بتحبوا تنجزوها أو عندكو مخططات وبرضو اليوم ممكن يوصل خبر كنت بتنتظره الأجواء جيدة أما من ساعات ما بعض العصر فهنا بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم ولكن بيكون مزاجكم سيئ شوي بتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم بعض النزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر